المخالفات عند الإشارة الضوئية يبنات على نوعين مخالفات تنظيمية وهي تنظيم السير ومخالفات قط الإشارة نتعرف بالبداية على المخالفات التنظيمية اللي هي لما أنت يكونين عند الإشارة وهي حمراء دوسين على الخط الأبيض هنا يعتبر مخالفة تنظيم السير المخالفة الثانية لما أنت تتعدين وتدوسين على الخط المشاتل العريض هنا عليك مخالفة أعلى من المخالفة الأولى طيب متى يعتبر لقطع إشارة لما تكونين ماسكا مسارك الأيمن ومع طلح حركة السير من الخلف ومسموح لك تنعط فين يمين حتى لو الإشارة حمراء بعض السيارة تعدى بالطريقة هذه فتتعدى خطوط المشاة هنا يعتبر لها قطع إشارة الحالة الثانية عند قطع إشارة إذا كان مسموح لإنعطاف يمين والإشارة حمراء في المسار الثاني تحاولين بالطريقة هذه عشان تنعط فين يمين هنا تعتبر قطع إشارة هذه أنواعها يا بنات وسلامتكم